ومباراة حسمر الأهلي في دوري أبطال أفريقيا واللي هيواجه فيها ساندونز ساعة 3 العصر في إطار الجولة الرابعة من المجموع بيتصدرها الهلال السوداني ده حي يا جمانة يمكن مباراة هامة جدا هنتكلم عن فرص الأهلي النهاردة والتشكيل المتوقع مع الناقض الرياضي محمد عفيفي وازاي هيتعامل كولر مع هذه المباراة وإيه هي أيضا الأوراق الفنية اللي هيعتمد عليها النهاردة أمام هذه المباراة ويمكننا عارفين المباراة الفائتة أو المباراة الماضية مع ساندونز كانت التعادل 2-2 دعونا نعرف تفاصيل أكثر وإيه هو التشكيل المتوقع مع محمد صباح الخير يا محمد صباح الخير عليكم صباح الخير على كل مشاهد صباح الخير مصر أينما كان وبإذن الله بداية يوم يكون مميز استمرارا للنتائج الإجابية للأندان المصرية في كأسكم في نراليا أو في دور الأبطال بالنسبة لأهلي وزمالك يا رب ان شاء الله يا رب طيب محمد هبدأ بقى معيك من يعني ماتش اللي فات أهلي وصاندونز صحيح كان فيه تعادل شايف التعادل ده ازاي شايف الأهلي في أداءه في المباراة اللي فاتت أو الماتش اللي فات شايف الأداء ده يصلح لماتش نهاردة ولا لا خاصة أن ظروف النهاردة كمان مش لطيف ماتش جماهيري مفتوح سترة العصر يعني في ظروف صحيح وحتى شناوي نفسه في المؤتمر الصحفي اللي هو أختير من كبات الناد الأهلي أن هو يتكلم مع مرسيل كولر قال لي أنه ما ينفعش أنه احنا خلاص في دور الأبطال أفريقيا بنلعب في دولة متقدمة زي جنوب أفريقيا أنهما يختاروا ساعة ثلاثة العصر ملعب مش هو الملعب الأرقى أو الأنظف يعني كأرضية بالنسبة لجودة لعبة ممكن تتقدم في هذه المباراة ولكن هي ظروف وهي كالعادة الكارة الأفريقية وهو بيلعب ما يؤدي بالنسبة له للأفضل لأنه عارف كويس أنه باللعب الناد الأهلي وحتى المدير الفني رولاني مكوينة عنده 36 سنة هذا المدير الفني بالنسبة لهم يعني الرجل ماشي بمشروع على هزيمة لغاية دلوقتي يعني هو عندهم فيه 14 مباراة فوز واثنين تعادل مخسرش ولا مباراة وهو على رأس الكهدات المنية ذاكا أوه في التعامل لكن هو برضو عارف كويس أوه صعوبة المباراة ولو لا صعوبة النادي الأهلي ما كانوش فتحه للجمهور بدخول طبعا دون تذاكر أو أنه يعمله هيبقى في حفلة ما قبل المباراة وأنه إحنا هنأكل النادي الأهلي ونأكد صعودنا للمرحلة المقبلة ما بعد دور المجموعات لا هم عارفين كويس أوه صعوبة هذه المباراة ولذلك هو نفسه تكلم عن أنه فيه فرق سرعات كبيرة أو خبرات مباراة نفسية نقدر نقول كده بيلعبوا على العمل النفسي فيها من البداية بيلعبوا على العمل النفسي بسهو عارف كويس أوه صعوبة نادي الأهلي هو قالك أنه الأهلي أكثر من 400 مباراة في دور إبطال أفريقيا إحنا ما كملناش 170 مباراة في دور إبطال أفريقيا فهو عارف قيمة النادي الأهلي وبيهيأ لعبته أنه ما تسهلوش الموضوع زي ما احنا كنا بنكلم المباراة مش سهل على النادي الأهلي أنا شوفها أنها ناس كلها بتكلم عن أنه مباراة صعبة 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 شوف أنا لما ألعب قدام لعيبة قورة أسهلني من لما ألعب قدام فريق ممكن يكون عنده هرجالة اكتكاية بس يبقى صعب عليك يعني أنا مثلا أشوف أنه أخاف من الوداد الرجاء في المغرب من الترجي في تونس فيه فيه أندية كده حتى لو أنت أفضل منها فنان لكن ممكن تعرقلك بحضور جماهيري بأجواء مش مناسبة ليك بعنف ممكن مع تحكيم بالضبط كده لكن المباراة دي مباراة تعيبة كورة فريق بيلعب بخطة فقدر لها أدرسه كويس ويبقى عندي توقعات سكاوتنج عالي بس لازم تكون لعبتك في حالتها ولو ما كسبتش ما تخسرش ولعب على الفوز لأنه اللي بيلعب على الفوز لو ما جابوش هيتعادل لكن لو لعبتها على التعادل مش هتحصل لا فوز ولا تعادل وهيبقى شكلك مش كويس وده حصل قبل كده في بريتوريا مع سانداونز مباراة الذهب أظهرت صغرات وإحنا مشكلتنا في نص الملعب طريقة لعب ساعة بتتحول من مرسيل كولر من 4-3-2-1 أو 4-3-3 زي ما هو بيحب يروح بقيت 4-1-4-1 لو بقيت 4-1-4-1 طبيعي وتلقائي الفجوات اللي في نص الملعب بيستغلها أي فريق بيلعب كورر وصانداونز بيلعب كورر زي ما مباراة المقاولين اللي كسبها النادل أهلي في الدوري 2-1 كان فيه صغر في نص الملعب مباراة القطن الكاميروني هي الوحيدة المباراة اللي فاز فيها النادل أهلي بالتلاتة اللي هي كانت مؤجلة من الجولة الأولى عشان الهلي كان بشارك في كاس العالم الأندية دي اللي ظهر فيها النادل أهلي بمظهر كويس بس مش مقياس أنه الأهلي تقيل يعني أنت أقرب لـ 4-3-3 أنا أشوف 4-2-3 واحد أنسب لهو هيستغل لمحمد مجد أفشا يلعب بيه وده مش يحصل النهاردة هو يلعب بتلاتة في نص الملعب لأنه عنده واحد زي أحمد الكندوسي الراجل الجزائري أحمد الكندوسي بقى بقى اللي هو إيه طالما عندك مهاجمين ما بيسجلوش وكده كده عندنا محمد شريف حالته مرة مش في حالته مرة ما عندكش حال يتقيل بيسجل فأنت عايز واحد بنص الملعب يربط ويكمل هيعتمد على الكندوسي هيعتمد على الكندوسي النهاردة لازم يبدأ بالكندوسي ولما ما بداش بالكندوسي يبقى عمل حاجة غلط بس على الأغلب ومن كلامنا مع الناس هناك في جنوب أفريقيا أنه لا الكندوسي هيكون موجود في أرمي ده واحد من العناصر التي سوف يعتمد عليها الكندوسي في هذه المباراة الكندوسي اتنين طب ناخدها من فوق محمد الشناب أكيد لا فصل عليه بإذن الله لازم يكون في حالته النهاردة الحراس عليه من عين في مثل هاتين مباريات معلول لخلاف عليه محمد هاني محمد هاني قدامه يبقى بيرسيتاو هو يبدأ بيرسيتاو لو بيرسيتاو ما رجعش يقدي أدوار دفاعية مع محمد هاني هتلاعب على محمد هاني لعب كبير قوي وكتير قوي فلازم يرجع يقدي أدوار دفاعية بيرسيتاو ولازم يلعب عنف يعني لازم يكون يطور من بدنيا لأنه ضعيف بدنيا وأنا شوف أنه من أقل لعبين الموجودين في ناد الأهلي لكن هو بيعتمد عليه آه مهارته الفردية حلوة بس مش هو الكاتجري بتاع ناد الأهلي عشان يبقى وقعين هو مستمر موجود لنهاية الموسم ليه كل الدعم طالما بمسهل مصر مع ناد الأهلي فلازم يرجع يعمل أدوار دفاعية فقلنا محمد هاني وعلي معلول على الطرفين كبكينت وفي قلب الدفاع كستوبرين هيكون ياسر إبراهيم محمد عبد المنعم والإثنين حالتهم كويسة وإن كان ياسر إبراهيم برضو على فترات لكن محمد عبد المنعم ثابت كقلب الدفاع نقدر نحن نقول مستقر هداو مستقر بسأط قالي وديانج المالي حمدي فتحي هيكون موجود والكوندوسي اللي هو عنصر الرط اللي هو يفك ويربط بالأحرى يعني زي ما بقول لك ده في التعليق بيفك هجمة الغريم ويربط لك التلت الدفاع بالتلت الهجومي أحمد عبد القادر مش هيبدأ برضو بين النهاردة هو رجع هو كويس بس ما افتكرش ان هو يبدأ بي هيبدأ بطهر هو بيحب ان يبدأ بطهر ياخد منه اللي هو عايزه لغاية ما بدنيا يقع لانه طهر ما بيكملش المباراة بدنيا بالنقا يجيله زي ما بقول كده في الرياضة كرشة نفس في وقت من الوقتها بيفصل على أرض الملعب حقيقي ده بجلد فطهر ياخد منه من البداية برسيته على الطرف وممكن يحط كهرباء نهاردة أشوف ان ممكن يحط كهرباء نهاردة ما يبتديش محمد شريف يحط كهرباء نهاردة في البداية برضو في لعيبة في المباراة الزي دي لازم تاخد منها اللي انت عايزه فابدأ بيها خلص بيها المباراة أنا شايف انه نهاردة كهرباء يبدأ هذه المباراة وفي أكتر من مرة حتى كنت قابل المباراة لالي والزمالك هنا وحط كهرباء في البداية كهرباء هيديك اللي انت عايزه وفعلا سجل في مباراة الزمالك في الدوري كأول مباراة يرجع بعد بعض التوقف سجل فيه بالزبط كده فانت خد منه اللي انت عايزه في البداية وخلي محمد شريف كبديل لانه محمد شريف كمان بينزل بدوافع مختلفة في الفترة الأخيرة كمان فانا شايف ندي تشكيلها الأنسب بالنسبة لنادي الأهلي أهم حاجة تضييق المساحات أهم حاجة ما تخلقش أو ما تصنعش مساحات ما بين خط النص وخط الدفاع وما تسيبش فيها بأربعة واحد أربعة واحد أو أربعة قدامهم واحد حمد يفتحي بس هو لا ينزل السلم فيما بين السرد بكات يبقى فيه فجوة يتلعب فيها زي ما لعب شوق غريب مع المقاولين على النادي الأهلي ولقى صغرات لأنهم العيبة الكرة اوعى منهم طالما العيبة الكرة واجههم انت بالعيبة الكرة اللي عندك لأنه واحد زي أحمد عبدالقادر زي ما جمان هانم قالت أنه أحمد عبدالقادر فين دوره مهم بس لما تحب تكسب في الشرط التاني نزلوا بمهارته الفردية لأنهم عندهم مشكلة فيه لو ضغط عليهم عالي يبوز الهجماتات وهم العيب الكرة ويعرفوا يخرجوا الكرة من تحت بشتك كويس بس لو ضغط عليهم عالي ممكن يبقى عندهم مشكلة بس لازم أنت تكون عندك لأنه ماشي ساعة ثلاثة فلو ما فيش توزيع مجهود هتشهد في الشرط التاني طبعا وفي نفس الوقت الاختراك مهارات طبعا الجو كمان الظروف الملاخية كمان هناك لكن برضو الأرضية ما بقتش زي زمان يعني فلاني فلاني فرقيا فبردو كيه ظروف بس الأهلي مفروض خبرات الناس دي معظمها لعب ثلاثة نهائيات متتالية في دورة أبطال الفرقيا فلعيبة كلها تقيلة لازم بقى الخبرات تطلع دلوقتي وإلا أنت بتلع في نادي الأهلي دي نتمنى نتمنى وبخالي لعب الفتاح برضو رأيك هيكون موجود وراجع من الإصابة هو راجع من الإصابة بس مش هيجازف بلعبين كثور يعني من اللي راجعوا من الإصابة زي حسين شحات أو خالد عب الفتاح لكن هم موجودين على ديكة البودلاء قد يستعان بيهم لأنه ظروف المبررة ما تعرفش إيه اللي ممكن يحصل للعبين الأساسيين اللي هيبقوا موجودين على الأرض ростاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتات الفوز أولاً. ولو ما جابش الفوز هيجيب تعادل. لكن لو جابتها تعادل مش هجيب الفوز. القطن بقى حصالة للمجموعة. فخلى بعد لعب أربع مباريات. الهلال متصدر تسع نجات. لكن الهلال خسر من سان داونز في جنوب أفريقيا. هو خايف هو الآن لأنه عارف كويس قوي أن المواجهة الأخيرة كمان مع نادل أهلي مش هيبسط الموضوع مش هيبقى في المتناول يعني. وهتبقى بره كمان في القاهرة. وإن كان كلامهم في الهلال بيديهم ثقة بزيادة وكلام كبير وكتير وإن إحنا بقينا عقدة للأهلي. وكلام دا لأ لأنه العقدة دي حتى سان داونز. الناس بتتكلم عن إنه وأنا بعمل سكاوتينج على المباراة والإحصائيات وأشوف إنه آخر أربع مباراة فيهم فالفكرة في إنه الفرقة الكبيرة بتبوصل قدام كمشروع طويلة. بس المهم في هذين مباراة إنه لو ما كسبتش ما تخسرش. هو الأهلي محتاج من هذين مباراة ثلاث نقاط. لو وصل للنقطة من أربعة بقى سبعة عدل مع عدد نقاط سان داونز ولا عدد بقى في آخر جولتين إنه الأهلي عنده القطن في الكاميرون. لازم العيبة تكون. مفيش حاجة سهلة. حتى وإن كان الهلال تفوق عليهم هناك في الكاميرون. لأ لازم العيبة تتلقى لي كن مهيئة صح. لا تطمن بزيادة ولا تطمن لأجواء وأرضية الملعب والظروف اللي هناك. انت ما تعرفش حتى لو كانت فيه. صحيح كانوا التومنين الهلال. كانوا التومنين جداً الهلال وشفنا اللي حصل. اللي حصلة دا بيلعب في الآخر بدون ضغوط يقولك لا أنا عايز أقلنا حاجة يمكن. قبل ما أطلع. بالضبط. خفضاً لمع الوجه زي ما بيقوله. بالضبط. فلازم ناخد حضارنا. نطلع من المبارادي بدون بإذن هزيمة. لو ما كسبناش. يبقى نقطة أحسن مما فيش خارج أرضنا. المفروض عندك 6 نقاط في ملعبك تقدر أنت يحسن بهم. شايف المباراة دي محمد كولر هيعتمد فيها على الدفاع أكتر والاعتماد على الهجمات المرتدة؟ مش هيقدر يفتح خطوطه. لازم. بس تأسيمة المباراة ازاي. أفكار مارسيل كولر إنه يقسم المباراة دي ازاي. مش هيهاجم بشكل مفتوح مية في المية. هيعتمد على الهجمات المرتدة وسرعات طهر محمد طهر برسي تاو. وكهرباء كمان لو كان موجود في بداية المباراة أو حتى محمد شريف أي مكان منهما. لكن لازم يدايق المساحات. ولازم يلعب على الضغط اللي هيكون موجود بشكل مدروس من نص ملعب صندوز لما يبدأ الهجمات على الأرض. لأنهما بيبتدوا زي الأهلي كده. ما بيطفش كورا. فلازم يلعب على ضغط على السورس. مصادر الخضر. وما عندهم في زواني عندهم شلويلي. الاتنين المهاجمين دول لازم ما يبقاش عليهم أي تخديم. بمعنى أنه نص الملعب مدرور ومسوكين كويجو. والعيبة دول. في عندهم كده شوية أسماء في نص الملعب هاي اللي بتخدم هاي اللي بتحرك. هاي اللي بتحرك التلتق الهجومي. لو عملت استارة من ثلاثة نص الملعب بشكل مظبوط. اللي هو الضغط المدروس. وعلى الحمل الكرة مش تحليق. لو اضغط بجد يعني. وطبعا معدل لكابداني لازم يكون متهيق صح. فلازم يكون ضق ولازم زي ما قلت كده. إنه طائر محمد طائر يرجع عدد أدوار دفاعيه. برسيته لازم يرجع عدد أدوار دفاعيه. لأنه لعيبة دول. لعيبة كورة. فهم بيوزعوا لعب على الأطراف. وبعد كده يخشوا من العمق. لما يأكل واحد زي محمد هاني في واحد على واحد. فلازم يكون واحد وساند مع واحد. لأنهم مهريين عليهم. لازم تواجههم كلاعب كورة. يعني لازم تواجههم بالعقل. ليس بالقوة والجري وخلاص. طول ما أنت ذاكي هتقدر تكسب مواجهة. لما بيعتمدوا أو بيبحثوا دايما عن الثغارات. والاختار من العمق. وإنت مشكلتك في العمق. وقوع تخلي واحد زي ياسر إبراهيم بيسرح بيسرح. بسبب وجود لعب واحد بس قدام الأربعة لقدامه يطلع من مكانه. لو طلع من مكانه خلاص. اتضرب دفاع النادي الأهل. وده بيحصل كثير. ولنا حالات كثيرة جدا فنية. بيكون موجودة في شكل النادي الأهلي سواء كان في كلاس العالم الأندية. أو حتى في الدوري في الفترة الأخيرة. حتى في مباراة القطن. اتلعب عن النادي الأهلي حتى زي دي. فكرة أنه في نصف ملع فيه فجوة. مين اللي بيسدها؟ الستوبر قلب الدفاع. يروح طالع واخد خطوتين ثلاثة. الخطوتين ثلاثة دول بيعمل صغرة في الدفاع. واحدة والتانية خلاص. يعني ما إنها حصلت أكثر من مرة ليه كولر معتمد عليها؟ لأن واحدة الأسفلية مش موجود مصاب مثلا. فمعندوش الراجل اللي هو بيعمل توازن كده في نصف. اللي هو عارف كويس أو بيطلع أمتى؟ وبيتحرك لورا أمتى؟ فحمدي فتح الواحده. وكمان بيعتمل أحيانا أن الحمدي فتح إنه هو يطلع لأدوار الجمية. فعايز يهاجم. عايز يفوز. ما هو مش هلعب كل مرة عن أنه. طب هو حلق أزمته في وقت من الوقت كان خرج كولر آيل. أنا عندي مشكلة في الهجوم. ومحتاج مهاجمين. بعد كده حصل. جاب مين بالمهاجمين؟ ما هذا السؤال؟ جاءت السفقات. ما جابش حد أصلا في الهجوم. ما هي دي فكرة. لسه المشكلة دي موجودة. لأنه جاء في وقت يناير وما قبل كأس العالم الأندية. حسن أنه عنده مشكلة في الناحية المين. أكرم طوفيق وكريم فؤاد مصابين. فقال لك لا أنا أجيب حد زي مروان. أو الرجل اللي جي في نص الملعب يأمن لي نص الملعب أكتر. أو كندوسي زي كندوسي أو. فكر في كل اللعبين بعيد عن الهجوم. وعينه على إنه المهاجمين يتطوروا. وده ما حصلش. إلا على فترات وفترات متبعدة. مش عايزين نبخس بحقوم يعني. لأن محمد شريف بردو بيسجل وماشي بشكل كويس. بس محتاج التهديف أكتر. وهو أصلاً مش مهاجم صريح. مين المهاجم الكلاسيكي في تطور عالم الكورت القدم؟ دلوقتي يقول لك لأ هنلعب شادو سترايكر. مهاجم واهمي. زي اللي فرجول كده. مين المهاجم فيه؟ مفيش. تلاتة هما اللي بيخدمه. زي صلاح، نونيز، جوتا لما بيكون موجود في المينو لما بينزل. بس السيستم مع التفاهم والانسجام والرابط بيخليهم عالين كلهم. بالزبط. لكن النادي الآلي معدوش سيستم هجومي من التلاتة اللي قدام. أي المكان مين حتى لو بيتغيروا. تقدر تقول إن هما يعرفوا يخدموا على أداء الهجومي بالشكل التقيل قوي. اللي ينسل من مورايات الكبيرة اللي بدعب النادي الآلي. بالذات إنه العيبة كمان بتتأثر. يعني واحد زي محمد شريف بيتأثر لما الجمهور بيتكلم ضده شوية أو يضيع فرصة كبيرة أو حتى محمد مجي أبشا. بتشتته. برضو دي مشكلة إن العيبة بتتشتت خلال المباراة. يعني المباراة نفسها العيبة بتتشتت. وقبل المباراة لو فيه كلام برضو بيؤثر عليهم بشكل كبير. هو بيفكر ما بعد المباراة هنا ضيعتها يحصل إيه؟ بالزبط. يتقال علي الجهاز الفاني يفكر إزاي. طيب نهاية الموسم قربهم. طيب أنا همشي أو مش همشي؟ في حاجات كتير لازم لعبت النادل أهلي بالذات للفرق الكبيرة أو العيبة اللي بتبقى موجودة في فرق كبيرة. في التهيئة السيكولوجية اللي بنكلم عنها كل مرة. لازم يكون أصلا من الناشئين متأسس صح. وإحنا بنشوف للوقت اهتمام من الدولة بقطاعات الناشئين والمواهب اللي بتكون موجودة فعلا كورة القدم. أهم من الفنيات لو حد عنده تلك المواهبة تسقلها فنيا بناس درسة كويس. بس لا يزم من الناس اللي درسة سيكولوجية رياضية أن هما يأسسوهم صح علشان ما يتأثرش بأي حاجة. ولازم يكون عنده صلابة زهنية. زي ما مشوف النجوم بره طبعا. خلينا نروح للزمالك. هل الزمالك يعني فيه أمل أو فرصة بعد يعني فوز على التراجي في الخروج من المجموعة أو الصعود من المجموعة؟ بالشكل عام فوز كان مهم جدا. أنا مبسوط للزمالك. أنا مبسوط للزمالك أنه هو فاز وخرج من حالة كانت موجودة إدارية وفنية ونتائج سلبية. وفي الأخير تفوق على التراجي لأنه كسر. حاجة كده كانت موجودة عند التراجي أنه أنا الكبير بتاع القصة بتاع الدوري. أنا اللي هفوز أنا اللي جاء بتسعة نقاط. أنا كل حاجة. فالكسرة دي كانت مهمة بالنسبة كمان لأنه الزمالك مش صغير. الزمالك فريق كبير يعني. ثانية أكثر من ما انتوق بها ديت بطولة مع مازين بي. قالت أنه غولي بخمس ألقاب خلف نادي الأهل يعني. ففكرة أنه لا مهما تزل زمالك لازم يكون واقف على الأرض اللي ملعبه حتى لو ما تأهلش. بس لازم يلعب لآخر دقيقة. كان فوز مهم يديله دوافع بشكل أو بآخر. هو عنده مباراتين صعبين جدا. عنده المريك السوداني وعنده الفريق الجزائري كمان. هيكون مواجهة في الخارج وهو خسر من فريق جزائري هنا في القاهرة. لا بديل عن أنه يفوز في الجزائر. لا بديل عن أنه يفوز في الجزائر. هو عنده إلا أنه يفوز في المباراتين بستة نقاط. يعني إحنا أمام الأهلي لازم يفوز. والزمالك لازم يفوز. وإحنا نتمنى الفوز ليلتلين في كل الأحوال. معنا النهاردة مع الأهلي الساعة 3-4. مع فان جاونز نروب أفريقيا. نتمنى الفوز إن شاء الله للأهلي. بتوقعتك طيب بمبارة سريعا جدا. بإذن الله تنتهي 1 صفر للأهلي. ولكن يعرف يتعامل بذكاء مع المباراة. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله يتعامل بذكاء بإذن الله. بنشكرك محمد عفيف النقد الرياضي. شكرا على وجودك معنا في صباح الخير. شكرا على نهارت الله. شكرا.